وهكذا سأل المسيح سؤال سؤال مصيري سؤال مهم سؤال في الصميم سؤال بغير مصير الإنسان بالكامل أتريد؟ أتريد أن تبرأ؟ وكأن يسوع المسيح يقول أنا أريد ولكن السؤال هل أنت تريد؟ وهذا يفرق وهذا طبعا يغير كل المعادلة يعني الرب يسوع صنع معجزات كثيرة كمان شيء الجدير بالذكر أن بشارة يحنى كتبت بوحي من الروح القدس كل الجيل مات كل الرسل الـ 11 التلميذ استشهنوا حتى الجيل اللي بعد الرسل كله استشهد ولكن يحنى عاش زمن طويل عاش أكتر من مئة سنة وهو عم بيكتب هو عارف البلد وعارف الجغرافيا هو ابن البلد وعارف كل الأحداث وعلى ما يبدو كتابته كانت بعد يعني هدم الهيكل أو ضمار الهيكل فهو عارف كل الأحداث فإذا بيكتب لأنه بيسمي المعجزة آية ليه؟ لأنه بالنسبة لليسوع ما هياش مسألة كلمات ولا حركات أو كما يفعل الأنبياء ينادون ويناجون الله كانت معجزات المسيح علنية كانت معجزات المسيح تلقائية كانت معجزات المسيح واضحة أمام عيون الناس كانت معجزات المسيح فورية لا شبه لأي معجزة أو لأي تخمين وهذا ما تستطيع أن تستشف وتستنبط من إنجيل يحنى فيحنى البشير يسمي هذه المعجزات آيات والآية لها بعد روحي لها عمق روحي لها تفسير روحي فالآية أكتر من معجزة هو طبيعي حيث وجد يسوع المسيح أو حيث يكون حضور يسوع المسيح لابد أن تحدث المعجزة قدامه مكتوب يهرب الوباء الحزن والتناهد حيث وجد يسوع تتغير كل الموازين وكل المعادلات يسوع ماشي قريب من قرية معروفة عنا بقريب من الجليل جنب جبل التجلي بلد اسم هنائين وكان في موكب جنازة والمسيح اتحنن على الوالدة لأنه كان ابنها وحيد لإلها وطبعا وقف موكب الجنازة ويسوع تقدم اتحنن لمس النعش وقال أيها الشاب لك أقول قم تخيل لو لم يقم هذا الشاب أمام الجميع ماذا كان سيحدث لسمعة يسوع أو هوية يسوع ولكن بالحقيقة أن هذا الشاب قام واستردوا إلى أمه وهذه المعجزة كانت أمام الجميع معجزات المسيح كانت شيء تلقائي طبيعي وينما كان المسيح الموجود كان في معجزة فإذن يحنن ليس بركز على المعجزة في إنجيل يحنن يركز مثلا على سبع آيات اللي هي سبع معجزات خارقة وبعد هذه المعجزات لم تكتب في الأنجيل الأخرى ولكن بما أنه الإنجيل والبشائر الأربعة تسير بتناغم وبتناصق وبانسجام مكملة أحدها للآخر حتى يظهر شخصية هوية المسيح من زاوية معينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر